وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 429 قضية تموينية وعينية مستندية بمضبوطات بلغت 158 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 35 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 116 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 712 قضية من بينها 230 قضية خبز ناقص الوزن و208 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 20 قضية بمضبوطات وصلت إلى 134 طن ترجمة نانسي قنقر